مرحبا يعطيكم العافية راح اشرح بهذا الفيديو طريقة الدخول لامتحان من داخل مايكروسوفت تيمز بالبداية لازم تفتح على المادة اللي نازل عليها امتحان لك راح تختار على المادة هاي مثلا بعد ما تفتح على المادة هون راح يطلع عندك فوق بأعلى الشاشة خيارات بوست وفايل ومور تكبس على مور والآن بيطلع لك خيارات ثلاثة بتختار بعدين خيار أسايمنتس تمام بعد ما تختار خيار أسايمنتس هون راح يظهر لك جميع الامتحانات المتاحة هون وبالعادة راح يكون امتحان واحد راح تكبس على الامتحان اللي بيظهر هون تحت كلمة Assign تكبس على الامتحان نفسه كبسة واحدة تنتظر حتى يحمل وهيطلع عندك الامتحان لان وين موجود رابط الامتحان تحت كلمة My Work زي ما هو ظهر عندكم بالشاشة الآن وهي مكتوب عنده ايقوني بحرف الاف ومكتوب اسم الامتحان تبعي راح تكبس الآن على الامتحان هون راح انتظر شوي حتى يفتح معي الامتحان وهيك بيعمل loading الامتحان وهي فتح معي الامتحان داخل التيم ما في داعي لإدخال اي كلمة سر او اشي لانه هو فاتح من حسابك ورح يأخذ معلوماتك كاملة من التيم اللي هو بريدك ورقمك الجامعي طيب الآن هاي هون طلع عند الاسئلة راح تجاوب على الاسئلة بالشكل التالي هون وبعد ما تخلص اجابة راح تعمل Submit وهيك انت بتكون امتحنت من داخل Microsoft Teams بدون اي مشاكل هاي الطريقة للتوضيح كيف تدخل على الامتحان من جوا التيم بس ملاحظة اخيرة انك تأكد انك محول لغة الهاتف للانجليزي بحيث يتحول لغة التيم ايضا للانجليزي في حال كان لك التيم بالعربي فشو بتعمل بتعمل تغيير لغة الهاتف للانجليزي وبتعمل اعادة تشغيل وبتفتع على التيم حيث يتحول تلقائيا للانجليزي وهيك الامور بتكون تمام وهي يشرح كيف طريقة تبظهر عندك الامتحان بشكل واضح والأمور ما فيها أي مشاكل من داخل الـ Teams رح نعمل الآن Close بعد ما تقدم الامتحان وهيكا بتكون أمورك تمام بعد ما تعمل Submit طبعا ما بنعمل Close إلا نعمل Submit وهيكا بتكون الامتحان وصل للدكتور والعلامة طالعة عندهم مباشرة عند الدكتور يعطيكو ألف عافية